أنا أقول الخميني استدرجه من قبل القوى العالمية من حيث لا يشر عندما جئ بالخميني من فرنسا إلى إيران هم مبيتين له أمرا لا يفقهه ولا يعلمه لكن هناك تخطيط مبيت هناك دول عالمية كبيرة تسهر الليالي ويعني من أجل وجود حالة تفكك هذه الأمة الإسلامية فوجدوا الوتر الطائفي وأصلح شيء يعني أنا أقول شهادة لله والتاريخ وجدوا أن السنة المسلمين هم يمثلون الدين الصحيح ولا يستطيعون إيقاف هذا الدين لأنه يستند على أشس حقيقية وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة المذهب الشيعي فيه تداخلات فيه موروث ونحن ذكرناه سابقا موروث يهودي موروث نصراني موروث مجوسي فأرادوا صناعة مختلفة عن الخط السني أو الخط الإسلامي الصحيح فجاء بالخميني الخميني أول دولة يريد أن يمر من خلالها إلى بعض الدول هي العراق مظلومية الشيعة وطقوس الشيعة ومن هذا الباب وهذا الترويج يعني موليد اليوم إنما أخذ فترة من الزمن من أربعين سنة بعد وفاة الخميني جاء الخاميني ليكمل هذا المشروع الخميني وجد أمامه حالة مكتوبة وبرنامج معد فلا بد أن يسير على هذا البرنامج وعند احتلال الأمريكا للعراق دمرت الآلة العسكرية ودمرت الاقتصاد ويعني قتلت الوطنيين واليوم أربع ملايين مهجر من العراقيين وسلمت العراق إلى إيران عندما سلمت العراق إلى إيران إيران لها وجود سابق الذين كانوا يقاتلون العراقيين أبداً الحرب العراقية الإيرانية اليوم هم يحكمون البنة إذن هم سيطروا سيطرة كاملة على كل مفاصل الدولة وهم يتحكمون بالقرار السياسي فامتدت هذه العملية وصلت إلى لبنان وإلى اليمن وإلى سورية اليوم الشيعة أمام أنظار العالم وكل فضائيات العالم يرفعون صورة خامني أجلكم الله ويضربون بالحذاء يعني أنا كنت أسافر إلى إيران سابقاً أي تاكسي تصعد أول ما يسب الخميني والخامني إيران اليوم تتجنب الحرب والمسألة الثانية إيران اليوم تتحكم كل مفاصل الدولة وتتحكم بالأساس بثروات العراق التمويل عفواً التمويل التمويل اليمن ولبنان وسوريا والمينيشيات التي هي في داخل العراق من الخزينة العراقية أنا أرى يعني حسب تحليل الخاص ومعرفتي المتواضعة أن أمريكا جادة بضرب الميليشيات الموالية لإيران في العراق اسمح لي إذا وقفت إيران متفرجة بمعنى تسقط هيمنتها في كل الدول العربية وإذا حاولت إيران الدخول بحرب مع أمريكا تنتهي إيران إلى العبد يعني حتى السياسيين العراقيين غير تابعين للعراق ولا انتماهم للعراق وجدوله وإنما انتماهم للفكر التدميري يعني فكر نظرية الولي الفقه المرجعيات الفارسية وعلى رأسها السستاني هم من صنعوا الميليشيات لأن فتوى الجهاد الكفائي مهدت الطريق لهؤلاء أن يشكلوا هذه الفصائل المسلحة ودعمتهم إيران بالمال والسلاح وقال مسيطري لو ظهر السستاني شخصا وهو لم يتكلم حد الآن لو ظهر على الفضائيات وقال على الميليشيات أن تلقي السلاح ويجب أن يحصر السلاح بيد الدولة لا ينفذ له أمر يعني إيران اليوم هي المسيطرة دائما السياسة يعني عندنا بالمذهب الشيعي مطعم بعقيدة بسيطة ولكن الأكثر هو العامل السياسي يعني ثلاثة ترباء مذهب نجاح فارسياسي والربع الباقي عقدي يستخدمون السياسة في سبيل يجزون الكذب والنفاق والسرقة والقتل لذلك الخامنئي لمحا وقال يعني كأنما أعطى أمرا لقتل المتظاهرين من يقتل المتظاهرين هم الميليشيات التابعات لإيران السستاني أراد أن يحفظ ماء الوجه حل ما يسمى جنود المرجعية أو حجد المرجعية أن يكون مسالما نعم ولكن يعني بعد خراب مالطة اليوم الوطن مباع اليوم الوطن مدمر اليوم الوطن محتل نحن نريد إخراج الولائيين الإيرانيين من بلدنا وبعد ذلك مستعدين أن نتفاهم مع أمريكا